ممكن وصفة للتجعيد حول العين يس ميت الخيار مع ميت البطاطس وعندك الليبيا مع لبن البودرة قلبيهم مع بعضياتهم وحطيهم في برترمان وكل يوم قبل ما تنمين لفي الأماكن اللي حول العين بالمادة دي وأتحداكي بعد أسبوعين هيختفي السواد والتجعيد معلش عادية تاني ميت الخيار مع ميت البطاطس مع معلقة لبن بودرة ممسوحة هتختفي التجعيد على وعد ميت خيار ميت بطاطس ومعلقة لبن بودرة تختفي التجعيد؟ لأن اللبن البودرة بيبيض ميت الخيار عليك فعال للهلات السوداء ميت البطاطس فيلر للخطوط حول العين أنت كده خدش الثلاثة تقدري تزودي لو عندك إمكانيات بفيتامين فيز أنا سألك سؤال أنت بتقولي أن أنا أغليهم مع بعض لغاية ما يبقى إيه المنظر يعني أنا سأنا سأنا بشرت تغلي إيه؟ لأ طبعاً دي مية البطاطس دي بتتبشر وتتعسر وتأخذ المية منها والخيار كذلك والخيار راية بتتشريها بتأخذين المية وتأخذين المية بتاع بطاطس مية الخيار وتحطيه مع بعض معلقة لبن بودرة يعني ما فيش نار خالصي بيقفش 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 طب الهالات السودة ما عليش عشان ندي كنترول عندنا الهالات السودة أنا سوري الهالات السودة علاجها مية الخيار مية البطاطس اللبن البودرة ماشي تمام لوجي لوجي أسألك شعر كتير أقوى بقولك شعر بيقع بطريقة صعبة جداً وجربت حاجات كتير مفيش فايدة أوكي تقدري تدخلي على الفيديو اللي أنا عملت فيه بس مباشر مع مدام مفيدة هنا المرة اللي فاتت أنا عملتلك مية البصل مع حاجات كتير جداً فعالة شاهدي الفيديو هتتعلمي منه إزاي تحارب التساقط فعلاً طب شرين يوسف بتسأل برضو وصفة لتساقط الشعر بيتفرجوا على الوصفة اللي أنت عملتها هنا هي نفس وصفة تساقط الشعر الفعالة مية البصل مع باقي مكونات بوزور الكتان وعلشان ما ننساش حاجة يستحزن تشاهدي الفيديو وتشوفيه علشان تكتبي وتتأكدي أنه مكونات صحة